حبيبي هذا الشخص الذي تسأل عنه أنت تراه الحبيب المثالي يعني تراه الشخص المثالي ليكون في حياتك تراه الحبيب تراه حبيب تراه كزوجك تراه كصديق واخه يعني أنت تريد كل شيء مع هذا الحبيب تراه كذلك أبو أطفالك والعكس هو الصحيح هو كذلك يراك الشخص المثالي واخه لكن أرى أن ربما البعض منكم هناك مسافة جسدية قصيرة والبعض الأخر مسافة جسدية طويلة ربما هذا الحبيب ابتعد أو صفر واخه لكن هذا الحبيب دائما يعود لحياتك لأن هذا ما كتبه القدر هذا الحبيب هذا الحبيب يعتقد هذا الحبيب حزين بزر هذا الحبيب يعتقد أنك سترفضه ربما هذا الحبيب يعني هو يعني أحبك من أول مرة شافك يعني كان حب في يعني من أول وهلة نعم وربما أنت رفضت هذا الحياء الحبيب نعم لأن أنت كنت ربما مع شخص آخر أو كنت متزوج واخه يعني أنا أرى هنا طرف طرف آخر واخه قد يكون من 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 طرفك أنت أو من طرف هذا الحبيب لكن أرى أنه من طرفك أولا لكن ربما كذلك من طرفه دبا نشرح لكم واخه أنت ربما لديك علاقة أو متزوج وهذا الحبيب لا يتجرأ ويذهب ويعود يخاف نعم يخاف تقول هذا القرد يعني هذا هو أمر روح بدون شك هناك معاناة هناك طرف آخر وهناك خوف من أن لا تختاره هو واخه يعني أنت لديك علاقة وهو كذلك ربما هو كذلك لديه علاقة واخه يعني أرى هنا طرف آخر لكن يعني الأغلبية تقول أن أنت من لديك علاقة وهذا الحبيب يخاف من أن يقترب لأنه يخاف من أن ترفضه وأن لا تختاره هو واخه لنواصل هذا الحبيب قلت يعني عنده يخاف 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 بزاف وهو طاقة هو هي الحزن هو حزين بزاف واخه هو يريده يريده شوفوا يعني هنا حزن حزن كبير في هذه القراءة لكن هو حب جميل كذلك هناك حب نعم هناك حب وعشق كبير واخه شوفوا أنت حبيبي أنت حبيبي محظوظ بزاف هذا الحبيب هذا الحبيب أرى أنه يطرق بابك لكن يخاف هو يخاف من أن يطرق بابك وأن لا تفتح له وهذا الحبيب هو تحت المطر وتحت الثلج تفهمون أني هذا الحبيب محتار متردد خائف لذلك أنا أرى أن أنت من لديك يعني طرف آخر لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر واخه لكن أنا أرى بزاف ديال الغيرة هذا الحبيب يغار بزاف لماذا؟ لأن لديك أنت طرف آخر كذلك بلاتي غير نقول لكم الطاقة لكي الطاقة التي أراها هي هوائية مثلك يعني جوزة ميزان ودلو دلو نعم مثلك وكذلك كذلك طاقة طاقة قلنا هوائية كذلك طاقة نارية أسد قوس وحمل وكذلك طاقة طرابية وخا لكن المهيمنة هي الهوائية مثلك وكذلك النارية وخا لنواصل أنت حبيبي هذا الحبيب قلنا أنه يذهب ويعود وخا لأنه خائف هو 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 يرى أن يعني ليس يعني أنت فوق الإمكانية دياله يعني لا يمكنه الغصول لهذا النجم لهذه الملكة وخا يعني يراك أقوى منه وأفضل منه وخا أنت حبيبي برج الميزان أنت محظوظ جدا أنت محظوظة بزاف وخا الله أعطاك كل شيء جمال رزق رزق ولديك فرص كثيرة في الحياة وفرص دائمة لا تنتهي يعني أنت يعني مطر البركة يعني تمطر السماء أنت سمائك سماء الرزق والبركة والحب وكل شيء وخا هذه القراءة يعني سحرية وغريبة نوعا أن يعني ما شاء الله عليك عليك كل ما تتمنى أنت كل ما تتمنى الله يهدي لك كل ما تريده الله يحبك بثاف نعم يعني الحماية السماوية هي فستانك وخا قلنا أنت ربما متزوج أو مع ربما متزوج مع روح متشابهة يعني أنت أنت يعني سعيد في حياتك يعني مرتاح لكن وصل هذا حبيب الروح عفوا توأم الروح لأنه توأم الروح وصل توأم الروح يعني وبدأت تفهم أنه يعني هذا غير عادي هذا يعني هذه المشاعر مع هذا الحبيب يعني وحدث تغيير كبير بزف تغيير قوي بزف مع وصول هذا الحبيب وخا خلي من نزيد ركال الله قلت أنت كنت يعني في حياتك مرتاح وسعيد حتى حتى يعني وصل هذا الحبيب وخا أنت يعني كيف نشرح لكم أنتم يعني كل ما تطلبونه من السماء السماء تجيبكم يعني الله رحيم معكم وكريم بزف لذلك ربما هذا الحبيب هذا الحبيب الجميل ليس الحبيب هذا يعني أنا أتكلم عن هذا الروح المتشابهة يعني إنسان طيب جميل يحميك يحبك يعني أن تتعيش في يعني في حياة جميلة وهانئة لكنه ليس توأم الروح وخا لذلك أنت تمارس قانون الجب وربما أنت مارست قانون الجب والله أعطى لك هذا الحبيب هذه الروح المتشابهة لكن عندما وصل توأم الروح فهمت أن هناك شيء غريب يحدث في حياتك نعم وخا وهذا أتمنى أن تكون فهمتم وخا يعني هناك روح متشابهة في حياتك وهذا من تسأل عنه هو حبيب توأم الروح توأم الشعلة وخا يعني مع توأم الروح المتشابهة كل شيء يعني كل شيء جميل وروض وفراشات كل شيء جميل وسهل لكنه ليس حب توأم الروح هذا الحب هذا هذه النار هذا الحب الذي لا ينتهي هذا الحب الذي يعني هذا الحبيب كذلك هذا الحبيب حزين غاضب منك يغار يغار لأنك مع شخص آخر هو يعرف أنك له ولكن هناك يعني هناك خوف لأنه يراك كالنجب يراك كمالك يراك كمالك ويصعب الوصول إليه وخا لذلك يذهب ويعود هذا الحبيب يخاف من أن تكسر قلبه أكثر مما هو مكسور ويعني يحس بأنه أقل شأن منك بزاف وهو في حزن كبير جدا وكذلك غاضب ويغار لكن حبيبي هذا الحبيب عندما يراك يرتاح يرتاح لقربك يرتاح عندما يكون بقربك وعندما تغضب أنت من هذا الحبيب هذا أكبر عقاب مسكين هذا أكبر عقاب وخا الله نشوفه ماذا ماذا سيحدث ماذا سيفعل هذا الحبيب الذي تسأله عليه من جديد المجنون هذا الحبيب يعشقك بجنون هناك طاقة سلبية كذلك هناك طاقة سلبية هناك طرف آخر ربما هذا الحبيب كذلك عنده طرف آخر وهناك طاقة سلبية بزاف يتكلمون سوء عنك نعم لكن لن ينفع يعني هذه الطاقة السلبية لن تنفع لأن هذا الحبيب يحبك هناك رسائل هذا الحبيب سيتكلم هذا الحبيب إنسان جميل جدا وسيفعل كل ما يعني سيقوم بمجهود كبير جدا ليحقق أحلمه الذي هو أنت 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 كنت أنت في حياتي حبيبتي لهذه القراءة غريبة لأن أرى أن هناك شيء معلق يعني أنت وهذا الحبيب باقي ما عشت ولا شيء يعني لم تعيشوا باقي لم تبدأ حياتكم باقي لم تبدأ وخ لأن هناك تجارب سماوية يعني مكتوبة يعني يعني هذه حكاية تؤم روح وتؤم الشعلي يعني كانت مكتوب يعني هذا عمل قدر يعني هناك تجارب ستعيشونها تنتظركم حياة طويلة هذه الحكاية لم تنتهي لماذا؟ لأنها باقي ما بدأ لم تبدأ ينتظرك تنتظرك حياة طويلة مع هذا الحبيب هناك تغييرات يا الله تغييرات لم لم يعني ربما أنت سعيد الآن لكن هناك تغييرات غريبة عجيبة ليس غريبة عجيبة لم تكن تتوقعها تغييرات وبدايات بدايات بدايات مع هذا مع هذا الحبيب مع توأم روح وتوأم الشعلى الذي يعاني من أجلك ويحبك وخا يعني يجب أن يكون هناك اتحاد وخا يجب أن يكون هناك اتحاد تشوفوا يعني الرجل والمرأة يعملاني بججبهم سوا وخا لماذا لأن هناك اتحاد اتحاد روحي اتحاد مهم تفهمون اتحاد لمواجهة العوائق اتحاد من كل الأنواع هذا الحبيب وأنت سيجمعكم القدر لأنه توأم روح توأم الشعلى أنتم باقي مبدي تحياتكم ستباقون الآن الآن هذا الحبيب سيتحرك يعني هذا ما يعني هذا سيفعل أشياء كثيرة من أجلك لأنه لا يحتمل هذا العذاب لا يحتمل يعني عنده وحد الغيرة لأنك مع شخص آخر هناك غيرة يغار بزاف يغار وهناك يعني ستغير ما صار طريقكم لأن طريقكم سيكون واحد وخا الله قراءة جميلة هذا الحبيب سيأتي لأنه يفكر فيك ليلة نهار يفكر فيك ليلة نهار رغم هذا هذا شفت طاقات سلبية يعني ناس سلبية تتكلم وتحكم عليكم أنت كذلك تخاف من أن أن يحكم عليك يعني يعني المجتمع أن يحكم عليك لأنك مع إنسان آخر أنت ربما متزوج وتحب هذا الحبيب تحب يعني توأم الروح يعني لا لا يمكننا أن أن نسيطر في هذه الأشياء لأنها يعني مكتوبة في الخريطة السماوية قلت أنه يجب أن يحدث اتحاد أن يكون هناك اتحاد بينك وبين توأم روحك وخا لأنه سيأتي لأنه في معاناة كبيرة هو في معاناة أكثر منك ويتعذب لماذا؟ لأنه يقدلك لأنه يعرف أنك أنت توأم روحه وأنه أنه يحس بالنقص مسكين يحس بالنقص يعني من دونك هو لا شيء هذا الحبيب يحبك ربما هو يعني طاقته الروحانية أسما من طاقتك وخا يعني هو فهم أنك شفه فهم أنك توأم الروح أنك غير عادي لكن أنت ربما شوية مدللة وبما أن حظك سعيد دائما الله أعطى كل شيء أنت لا تقدرين كثيرا هذا الحبيب رغم أنك تحبينه وخا هو روحانيته أسما من روحانيتك وهو يعرف أنك أنت توأم الروح وخا ورغم العوائق هذا الحبيب سيتصرف في نهي الكارت سيتصرف كالمجنون سيكافح سيدافع وخا رغم أنه يحس بالنقص أولا من دونك وثانيا لأنه يحس أنه أقل شيء لكن سيتجرأ لأن عندنا هنا يا كارت القوة يعني هذا الحبيب ربما هو أسد كذلك وخا سيتجرأ يعني هذه الطاقة الروحانية وهذا حب توأم الروح ستعطي له قوة كبيرة لكي يدافع عنه لكي يكون معك حبيبي قراءة جميلة بزر قراءة مؤثرة لأن هذا الحبيب يعاني أكثر منه وحتى روحانيته يعني أسمى أنا آسفة لكن أنا كنقول لكم ما أراه يعني أخا أراك أنت يعني غير ناضج نوعا ما وهو نعم ناضج هذا الحبيب ناضج روحيا ناضج ويعرف أنك أنت حبيبه وأنت ليست توأم روح وهو سيعمل كثيرا سيبدل مجهود مسكين مجهود كبير من أجله ترجمة نانسي قنقر